هوبق مباراة بكرة احنا من الكالن دايما على الشكل الدفاعي النحاة الهجومية فيها مصطفى محمد مصطفى محمد لها ادوار في الملعب لها ادوار تكتكية كثيرة جدا فيه ناس كثيرة بتستاني مصطفى محمد يسجل يعني منتcia ليه ما بتسجلش مصطفى محمد ليه ما بتسجلش وإه الادوار اللي بيعملها في الملعب بتفيد منتخب مصر في هذه المنظومة الدفاعية الكبيرة من اهم اسباب أن مصطفى محمد ما بيسجلش أن نص ملعب بتاع منتخب مصر مطلوب منه أدوار أهم بكتير قوي من صناعة الفرص أن ده جزء ليه علاقة بالجهاز الفني وجزء تاني ليه دعوة بقرارات الثلاثة اللي بيلعبوا في خط النص بتاعنا من المخاطرة ومن اللعب كور طولية فده رقم واحد رقم اتنين أن احنا ما وصلناش لمناطق في الملعب أن احنا نحصل منها على كور سابتة مصطفى محمد يقدر أنه يستفيد منها رقم ثلاثة أن مصطفى محمد بيجهد جدا في تغطية المساحة باليمين والشمال بعرض الملعب كله على الضغط على سنائي دفاع السنغال اللي بيعتمدوا عليهم يمكن في أوقات أكتر بكتير من سلاسة خط النص أن هما يصنعوا فرص عن طريق الكور الطولية اللي شفنا كلبالي هارينة بيها في مبارات الزهاب طبعا غير كده كمان أن فيه مناطق بتفضى في الملعب زي ما تكلمنا كريم أن فيه مناطق بتفضى في نص ملعبنا على حسب الهجوم جاي منين من منتخب السنغال عن طريق اليمين وعن طريق الشمال والفكرة أنهم عندهم تنويع يعني أنا ما توقعتش قوي التنويع اللي حصل في مبارات الزهاب ما بين الجبهة اليمين والجبهة الشمال طبعا التركيز في الشروط التاني كان على الجبهة الشمال وشفنا مهارات فردية غير معتادة بالمرة من سادي وماني في المرور بالكورة وتشكيل خطورة سادي وماني دي مدعاني فيه بقى مدعاني في فكرة أنه الناس ما تقول لك سادي وماني يا جماعة عدة مني لا ما ينفعش يعدي مني سادي وماني بيعدي من أعظم بس مش كده يا كريم يعني لما يكون عنده سبع محاولات أنه يعدي من المنافس بتاعه يعدي في ستة مقابل كمان الباك الشمال ساليوسيس اللي في نفس الجهة بتاعته يحاول يعدي تلات مرات يعدي تلاتة يعني المجموعة التاسعة من قصة هقول لك تصوري ده في إيه وإن كان حما ترفهناش ده بس التصوري المرور بتاعهم السهل ده كان سببه أنه هاش هزين نعمل فاولات كتير على منطقية الجزاء ورغب كده احنا عملنا فاولات كتير بس أنا أصد أنه واضح أنه كان فيه تعليمات ما تخشش جمد أو وعمر جابر برضو أرهق جدا لأنه هو كان بيعمل دور إمام عشور بقى في مباراة الفاينل ما قدرش أنه هو يعمله عمر جابر عمل مباراة أنا من وجود نظري مباراة رائعة مش بس في المجهود والمجهود الدفاعي وكلام ده كله عمر جابر لو حد كان موجود في الأستاذ وشاف عمر جابر وقفته والكورة مش معنا والكورة بترتد علينا كانت الوقفة دي تدرس لا كان متقدم زيادة حتى وعمر جابر زاد مع محمد صلاح ومحمد صلاح سند عليه كذا كورة ولا في نفس الوقت كان متأخر زيادة هو بس في آخر كان فيه إرهاق كبير قوي من عمر جابر يعني برافو عمر جابر أنه هو يتحط في الظروف دي فماتش زي ده ويقدي الأداء ده هو وحمد فتح